في الذكرى الثالثة للحادث المأساوي الذي عاشه الجزائرين ذات أربعاء أسود في سقوط طائرة العسكرية ببوفريكة فهؤلاء مجاهدون فهؤلاء شهداء ماتوا من أجل الوطن الشرق نيوز زارت عائلات شهداء الواجب الوطني بولاية عين التفلاه الذين رفعوا صرختهم إلى رئيس الجمهورية العصابة اللي كانوا في اللولها 2018 جاءوا الله هنا ووعدونا بكلش وغيل الكذف الكذب ربي يخضى فيهم الحق والحمد لله رأي عندنا سلوطات اللي يحبهم الشعب ويحبهم ربي إن ماذا بيهم يشوفوا لنا رانا محقورين نما الولاية ولا مضايرة ولا مالبلادية والله يرحم الشهداء اللي حرون البلاد ورانا عايشين يوم وانا مشو حرين ولكني هادو ولادنا جابوهن محروقين وما جاء ما عطمناش الحقوق انتعنا نطلب مرة يستبون زعيم العطل يشوفوا لي نعطينا حقنا ووعدوني بالساكن اجتماعي في بلدية العطاف وانا عندي ثلاثة عسكر في الجيش منهم واحد رامبليسي بليسي وبرصص ارهاب وهذا توفى راح رابق لي واحد بالجيش يسموه ولجي يكملوه لليليومين هذا تروح للولاية يقولك بطل الدائرة تروح للدائرة يقولك ولليليولاية عندنا روك ثلاثة سنين ثلاثة سنين ما بيننو حتى حاجة لليومين هذا رامحة قريلنا سواسوى رامي يشغل يتمسخرو بنا روحوا نظلوا ثم والله ما يستقبلونا وإلا استقبلونا يغني كل قنابرك جمعية جزائر الخير بخميس مليونة من الجمعيات التي رافقت عائلات الضحايا طيلة هاته المدة وتكفلنا بهم من خلال المرض من خلال عدة احتياجات انتوحهم احنا اليوم ما رأنا نوجهه في النداء التعنى هذه العائلات رهي محتاجة رهم ولادهم راحوا ضحايا في سبيل هذا الوطن ان شاء الله نتمنى ان من السلطات الولائية والسلطات الوطنية تتكفل بهذه العائلات لانهم راموا بحاجة الى سكانات تأويهم انا كني عاني طول يقولوا راح تخدم معنا الجيش راح نخدم معهم تخذش هذي بلادي هذي بلادي الجزائر ما عنديش بلادي احد اخرى ولكني ما تحكرنيش ما تحكرنيش يجب يبقى تضمنوا الدعم والمساعدة تبقى مستمرة لعائلات الضحايا قلوب عائلات ضحايا الطائرة العسكرية تتحصر ألمان وصرخاتهم تدوي من أجل الوفاء بالوعود اشتركوا في القناة